المقصيين من منحة البطالة لعدة أسباب طالب عمل لأول مرة التأمين شروط الزوجة إلى آخره وللمطالبة بإدماجهم وحقهم في منحة البطالة وبعد عدة وقفات قاموا بها الأيام الماضية يوم الأحد 19 جوان 2022 بمعنى غدا الأحد سيقفون وقفة سميت بوقفة الكرامة أمام وزارة العمل والتشغيل بجزائر العاصمة تحت شعار منحة البطالة حق لكل بطال وبدون أي شروط وبعد القرار الأخير الرامي باستفادة فئة اليتامة والأرامي دون غيرهم يعني وانتظار صدور المرسوم التنفيذي هذه الأيام في شهر جوان يطالب المقصيين من منحة البطالة لإعادة النظر في جملة من شروط وأهمها إعادة النظر في الجمعيين البطالين ذوي الهمام الذين يتقاضون ثلاثمائة دينار جزائر يعني ثلاثمائة تلف شهر إلغاء شرط المنحة الجوزافية مطلقات أرامل أمراض مزمنة إلى آخره إلغاء شرط طالب عمل لأول مرة إلغاء شرط منحة الأب لفئة اليتامة وهذا ما تحدث عنه الوزير ورئيس الجمهورية لا لإقصاء المرأة المتزوجة بسبب تأمين زوجها إلغاء شرط السن وإعادة النظر فيه أو تمديد شرط السن إلغاء شرط التأمين لأي مدة زمانية سواء يوم أو شهر أو عام أو مدة أخرى هذه أهم الشروط التي يطالب المقصيين من منحة البطالة بإعادة النظر فيها سواء من غرفة البرلمان أو رئيس الجمهورية أو وزير العمل هذه أهم الشروط التي ينتظر المقصيين من منحة البطالة إعادة نظر فيها واستفادة الجميع من هذه المنحة وأخيرا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس كي يصلكم كل جديد وبتوفيق للجميع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا